مرحبا بكم في حلقة جديدة من قنامج المكتبة فترة الحجر الصحي تمثل فرصة لنفذ الغبار عن كتب تم نسيانها مع تزايد مشاغل الحياة وهي مناسبة لتجديد العهد مع القراءة ولسيما إذا ما توفرت مبادرات ثقافية من بيته الصغير ومكتبته الخاصة وباعتماد طريقة تصوير طريفة وعفوية وبوسائل بسيطة سافر الروائي التونسي كمال الرياح خلال فترة الحجر الصحي ومعه آلاف المتابعين إلى عوالم الكتاب والأدباء في مختلف دول العالم عبر برنامجه المكتبة الذي يبث عبر الإنترنت برنامج المكتبة هو برنامج يعنى أساسا بالكتاب بشتى أنواعه خاصة الكتاب الثقافي والغاية منه غايات كثيرة في الحقيقة من ضمنها التجيع على المطالعة وتغيير واقع المقرؤية في العالم العربي يقدم الرياح خلال البرنامج للجمهور بورتري عن الكاتب المختار ويعرف بمسيرته بطريقة مشوقة وبسيطة تحص المهتمين على قراءة مؤلفاته والغوص في بحر كتاباته الهدف كان من البرنامج أصلا هو التفاعل وخاصة أنه بهذه الفترة اللي عم نمرق فيها بالحجر الصحي العالم أكتر شيء عم قدرنا على وسائل التواصل الاجتماعي من هون بدأت الفكرة لما نحن طرحنا أول حلقة كانت هي عبارة عن بورتري ومن بعد لما لقنا التفاعل العالم هنا اللي صارت تطلب الحوارات كمال الرياحي بإمكانيات بسيطة استطاع أن يقوم بثورة في المجال الثقافي في تونس وخارج تونس سنيحة البغانمي تونس الميادين ترجمة نانسي قنقر